أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن تصعدت الحرب الكلامية بين الفنان المصري أحمد فلوكس ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وذلك في أعقاب هجوم الأول على الأخير بعد نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي وفته المنية أمس الأسنين إسر أصابته بجلطة في المخ وبدأت الأزمة بظهور فلوكس في بس مباشر عبر صفحتي الرسمية على الفيسبوك وهو في حالة غضب شديد من نعي النجوم الوسط الفني لليوتيوبر الراحل رغم عدم معرفتهم له أو دعمهم له قبل مرضه حيث أكد على عدم معرفته للآخر بشكل شخصي أو مهني ولكن علم بتفاصيل مرضه بعد زيارة الفنان المصري تامر حسني له في المستشفى ووصف أحمد فلوكس الفنان تامر حسني بالفنان الشعم والجدع إذا موقفه مع اليوتيوبر الراحل مضيفا هاني شاكر ترحم عليه وقال معرفهوش بس قلبي وجعني وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في المخ وطالب أحمد فلوكس الممثلين والمنتجين بعدم المتاجرة بحف ناوي خاصة أن الأخير كان يبحث عن فرصة للتمثيل ولم يجد يد العون من أحد في حياته ولم تمر ساعات على هذه الواقعة حتى خرج الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسقيين في بس مباشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ووصف أحمد فلوكس بأنه واحد من أنصاف الفنانين الذين يسعون لركوب التريند بالتطاول على الفنان مصطفى شاكر ووجه رمضان كلامه لفلوكس قائلا أنت مين يا بني أنت لا تفكح شيئا عن أداب الحديث ويبدو أنك عايز تبقى وات جامد بس وتتكلم بطريقة غير مهزبة فوق كده وبعدين هو مش عضو في النقابة عشان هني شاكر يدخله مستشفى وكمان هو ما يعرفهش أساسا وانت أساسا في بلد تانية محدش يعرف عنك حاجة انت لسه مشروع فنان ولسه ما بقيتش نج وتدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاحتواء الأزمة حيث هاتف فلوكس الموجود في دبي وطالبه بالاعتذار للفنان هني شاكر في مقطع مصور وهو ما استجاب له وظهر في بس مباشر جديد عبر صفحته مؤكد أنه لم يقصد الإساءة إلى هني شاكر لأنه قيمة وقامة كبيرة فضلا عن كونه صديقا لوالده الفنان فاروق فلوكس من جانبه رفض شاكر الرد على هدوم فلوكس عليه واكتفى بإجراء مكالمة مع أشرف زكي الذي أنهى الأزمة باعتصار الفنان الشاب عن إساءته لنقيب المهن الموسيقية وكان أمير الغناء العربي الفنان هني شاكر نقيب الموسيقيين علق على الانتقاد الحاد الذي وجهه له أهل فنان أحمد فلوكس على خلفية نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي مشددا على إنه لم يسع إلى الشهرة على السوشال ميديا كما يدعي البعض وتابع هاني شاكر ردا على أحمد فلوكس أنا مش ملتشة يا حبيبي اعمل أفلام بعيد عني أنت اللي عاوز تاخد اللقطة مش أنا حزبي الله ونعم الوكيل وأضاف شاكر أن فلوكس لو كان عضوا بنقابة الموسيقيين لكان شطبه وتابع هاني شاكر حديثه السوشال ميديا ورتنا بلاوي إحنا وصلنا للحديد والله لو عندي في النقابة لش طبط منها قف نهاية الفيديو لو بتعجبك أخبارنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ليصلك أهم مؤخي الأخبار المصرية والعالمية